من أحكام الحج سين ما معنى التلبية التي يلبي بها الحاج والمعتمر وما الفائدة منها جيم الحج شعار التوحيد من أول لحظة يتلبس به الحاج فإن الحاج يبدأ حجه بالتوحيد ولا يزال يلبي به وينتقل به من عمل إلى عمل قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وتحمل التلبية معاني عديدة منها لبيك اللهم لبيك بمعنى إجابة بعد إجابة وكررت إيذانا بدوام الإجابة واستمرارها لبيك اللهم لبيك أي إن قدت لك بعد انقياد أنها مأخوذة من لب بالمكان إذا أقام به ولزمه والمعنى أنا مقيم على طاعتك ملازم لها أنها تتضمن الإخلاص وهو مأخوذ من لب الشيء وهو خالصه أنها تتضمن الاقتراب وهو مأخوذ من الإلباب وهو الاقتراب أي اقترابا إليك بعد اقتراب أنها شعار التوحيد ملة إبراهيم الذي هو روح الحج ومقصده بل روح العبادات كلها والمقصود منها ولهذا كانت التلبية مفتاح هذه العبادة التي يدخل فيها بها ويشعر الحاج وهو يلبي بترابطه مع سائر المخلوقات حيث تتجاوب معه في عبودية الله وتوحيده قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا يعني عن يمينه وشماله والله أعلم ترجمة نانسي قنقر